أسعد الله أوقاتكم وجه الجيش الإسرائيلي توصية عاجلة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بن يمين نتنياهو بضرورة إنهاء حرب غزة بسرعة من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية جاء ذلك في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية القناة 12 القناة 13 الإسرائيلية إضافة إلى عدد من الصحف الإسرائيلية التي أكدت هذا الخبر والخبر يقوم على فكرة أن من يريد إذا أراد المستوى السياسي أي الحكومة الإسرائيلية أن تتفرغ وأن تهتم بالجبهة الشمالية وأن تطبع الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عليها أولا أن تنهي الحرب أو العمليات الكبرى في منطقة غزة وفي قطاع غزة وطبعا نحن نعرف بأن العمليات الكبيرة كما كانت تحصل في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى قد انتهت لكنها لا تزال هناك عمليات توغل مستمرة على الأرض في الشمال في الوسط وفي الجنوب ولسيما أن معركة مدينة غزة لم تنتهي بعد بالرغم من التقدم الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي هناك وطبعا هناك مقاومة كبيرة وشديدة من قبل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركة حماس بالعودة إلى الموضوع اللبناني هذه توصية من قيادة الجيش الإسرائيلي الجنرال هرسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي قدم هذه التوصية لكي يقول ولكي يبرز للمستوى السياسي بأنه لا يمكن التعامل بسهولة وبيسر وبنتائج مضمونة مع الجبل اللبنانية إن لم تضع الحرب الإسرائيلية على غزة أو زارها أو تنخفض إلى مستويات قصوى من أجل أن يستطيع الجيش الإسرائيلي من التفرغ لهذه الحرب لأن هذه الحرب بين إسرائيل وبين حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي حرب كبيرة إذا ما نشبت سوف تكون لها تداعيات ومضاعفات ليس فقط على الصعيد الإسرائيلي اللبناني أو الإسرائيلي مع حزب الله إنما قد تمتد إلى أبعد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى حتى أن هناك تحذيرات كانت سبقت وأعلن عنها في الأسبوع الماضي تحذيرات أمريكية جدية للقيادة الإسرائيلية أشارت بأن إذا قامت إسرائيل بفتح جبهة لحرب واسعة مع حزب الله في لبنان فعليها أن تنتظر بأن تشتعل حرب إقليمية كبيرة وأن تتدخل إيران بداية بشكل غير مباشر لكن بمرحلة لاحقة بشكل مباشر في هذا الحرب إذا ما شعرت بأن حزب الله قد دارت الدائرة عليه وصار هناك احتمال من أن يتم القضاء عليه أو محاصرته على الجبهة اللبنانية وفي هذه المعلومات كانت تسربت معلومات بأن الإيرانيين وجهوا تعليمات للفصائل المرتبطة بهم في كل هذه الساحات التي تسيطر عليها من العراق إلى سوريا إلى اليمن وصولا إلى العديد من الدول الأخرى وسوف نتحدث عن ذلك من أجل أن يتحدروا من أجل التوجه إلى الساحة اللبنانية لمؤازرة حزب الله إذا ما استدعت الحاجة ونحن نتحدث هنا ليس فقط عن الفصائل العراقية المعروفة وهي عشرات الفصائل التي تنضوي تحت إطار الحشد الشعبي وهو حشد مؤثر ضمن الدولة العراقية وهناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الحالة الشبه النظامية والنظامية في آن معا إضافة إلى الفصائل الأخرى في سوريا التابعة والمرتبطة بالحرس السوري وفيلك القدس وأيضا هناك الفصائل الأخرى الفصائل الباكستانية والفصائل الأفغانية زينبيون وفاطبيون الذين يتمركزون في سوريا وللتذكير هناك المئات من أماكن التموضع لهذه الفصائل على كامل الخريطة السورية وكان هذا التحذير الأمريكي تحذيرا شديدا لاجه موجه للإسرائيليين للقول للإسرائيليين بأنه من الخطورة بمكان اتخاذ قرار الحرب لماذا وجه الأمريكيون هذا التحذير؟ لأنه في الأيام القليلة الأخيرة في بداية الأسبوع قام عضواء مجلس الحرب من خارج توليفة الائتلاف اليميني المتطرف بني جانس وقادي أشكرازي بإعلان استقالتهما من مجلس الحرب وخرجوا من هذا الإطار لكي يستقلوا بموقفهم وكان هذا إذانا بأنه يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تذهب نحو قرارات أكثر تطرفا وأكثر خشونة في التعامل مع الوضع في لبنان أتى ذلك كله في إطار التوتر والتصعيد الكبير الذي شهدته الجبهة الشمالية لإسرائيل الجنوبية للبنان بين حزب الله وبين إسرائيل هذا التطور وهذا التصعيد الكبير الذي حصل خلال الأسبوع القليلة الماضية هو تصعيد مستمر وتصعيد نحو العنف ونحو تعميق الضربات ونحو توسيع هذه الضربات ورفع مستوى الكثافة في بداية هذا الأسبوع كانت هناك العديد من الغارات ونهاية الأسبوع الماضي طبعا كان هناك العديد من الغارات الإسرائيلية على خطوط الإمداد التابعة لحزب الله هذه الغارات التي حصلت واستهدفت قوافل تابعة لحزب الله تحمل أسلحة تحمل زخائر وتحمل بعض المكونات المهمة للأسلحة الدقيقة يعني للصواريخ الدقيقة أو للمسيارات الدقيقة تم توجيه ضربة كبيرة جدا جدا ليل الأثنين الثلاثاء الماضي على منطقة الهرمل في البقاع اللبناني على نقطة قريبة من الحدود مع سوريا تسمى حوش السيد علي وهي منطقة تابعة لحزب الله ويسيطر علي حزب الله بشكل كامل ومعه بعض الفصائل التابعة أو المرتبطة بالنفوذ الإيراني كان هناك العديد من القتلى أكثر من سبع قتلى ثلاثة منهم من حزب الله أربعة من أصل سبعة كانوا أيضا من التبعية السورية وكان هناك تدمير كامل لكل هذه القافلة وطبعا نشرت مشاهد وصور ومقاطع من هذه الضربة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في اللحظات التي تلت هذه الضربة هذه الضربة طبعا أتت في سياقات أخرى أكثر خطورة ولا سيما الضربة الكبيرة التي وجهة الإسرائيليون في الأسبوع الماضي في بلدة حيان في شمال غربي مدينة حلب حيث تم استهداف مصنع لصهر النحاس هذا بالمعنى هذا بالإطار الرسمي للتسمية لكن عمليا كان مقرا للحرس السوري الإيراني في سوريا ومن أبرز الذين قتلوا أحد أهبرز المستشارين الإيرانيين في سوريا ويدعى سعيد أبيار وهو الذي اعتبر بأنه أهم صيد ثمين إيراني منذ ضربة القنصلية الإيرانية في مطلع شهر أبريل الماضي طبعا كل هذا الأمر أيضا يأتي في سياق ضرب الإمدادات ومراكز الإمداد وخطوط الإمداد على طريق تدمر حمص وهي كل هذه الإمدادات هي إمدادات موجهة نحو حزب الله في لبنان وفي الأخير كانت هناك الضربة الكبيرة التي ربما ثمت من يقول بأنها أفاضت الكأس وبأنها النقطة التي أفاضت الكأس وبأنها فعلا هي التي دحرجت الأوضاع نحو حافة الهاوية وربما نحو حافة حرب واسعة هي استهداف في بلدة جوية في الجنوب اللبناني على مسافة 32 كم من الحدود استهداف اجتماع لقادة كبار تابعين لحزب الله ومن بينهم أحد أهم القادة ربما أهم القادة إطلاقا الذين يقتلوا منذ السابع من أكتوبر وهو يدعى أبو طالب واسمه طالب عبدالله طالب طالب سامي عبدالله وهو قائد فرقة النصر التابع لحزب الله وقتل معه أربعة من معاونيه ومن القادة الكبار الميدانيين الذين يقاتلون إسرائيل في تلك المنطقة واعتبر هذا الصيد من أثمن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله هي ضربة قاسية جدا وأتى الرد على ذلك بضربات كبيرة في اليوم التالي وخلال اليومين الذين تليا هذه الضربة كان هناك إطلاقات من قبل حزب الله من السلاح الصاروخي لحزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي أكثر من أربعمائة إطلاق صواريخ مسيرات قزائف مدفعية هاون قريبة المدى وقصيرة المدى عند الحدود وأيضا صواريخ الكورنت التي استهدفت العديد من نقاط تمركز الأليات الإسرائيلية قرب الحدود أدى ذلك إلى اشتعال عشرات المناطق والنقاط في الشمال الإسرائيلي أحراج نقاط أيضا موزعة ما بين الجليل الغربي والجليل الأسفل والجليل الأعلى إضافة إلى أصبع الجليل وصولا إلى سفوح منطقة الجولان أو الجولان السوري المحتل حيث كان هناك استهداف أيضا لمحيط العديد من المستوطنات ومنها من أهم المستوطنات التي استهدفت هي كسرين التي احترق محيطها وقيل في ذلك بأنها كانت أشبه محاطة بطوق من النار الذي اشتعل حوالي هذه المستوطنة إضافة إلى ضرب أكثر من 19 نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي بمجمله وصولا إلى طبارية وصولا إلى صفد وصولا إلى نهارية وصولا حتى إلى تخومي تخومي مدينة حلب عفوا مدينة حيفا التي تبعد عن الحدود اللبنانية مسافة 40 كيلو متر إذن نحن أمام تطور كبير وأمام تطور خطير للغاية من الجهة الإسرائيلية لكن ومن الجهة اللبنانية أيضا حزب الله اتخذ قرارا بتصعيد الضربات لسيما بعد أن ارتفع منسوب الاستهدفات لقياداته كان آخر هذه القيادات أبو طالب وهو أهم قيادي يسقط حتى الآن في الميدان إضافة إلى ضرب خطوط الإمداد وأيضا إلى الحديث المتنامي عن احتمال قيام إسرائيل بهجوم واسع على الجنوب اللبناني وبالتالي كان هناك محاولة يبدو من حزب الله لإبراز مخالبه ولإبراز قدراته العسكرية إبراز قدراته الصاروخية التي تراوحت ما بين الصواريخ وما بين المسيرات الانقضاضية وأيضا ما بين الصواريخ المضادة للطائرات التي أجبرت ثلاث مرات متتالية الطائرات F-16 الإسرائيلية إلى العودة إلى الأراضي الإسرائيلية لأنها وضعتها في وضع حرش ووضع صعب وكادت ربما أن تصيب إحداها وبالتالي نحن أمام هذا التطور الكبير حيث الطرفان يبرزان مقدرتهما على القتال خصوصا بأنه كانت هناك العديد من الأنباء التي تواترت خلال الفترة الأخيرة وأشارت بأن الإسرائيليين أنه مجمل تدريباتهم العسكرية لمختلف الألوية المعنية بالجبهة اللبنانية وحسب جازا يونيت وور تراكر كان هناك تركيز على ثلاثة فرق عسكرية مؤلفة من 12 لواء من الجيش الإسرائيلي يبدو أن هذه الفرق جرى تخصيصها للجبهة اللبنانية في خلال الأسبوع القليلة الماضية ومحاكاة هجوم في مناطق تشبه طبيعة المناطق وتدريس مناطق الجنوب اللبناني كان هناك فيما يتعلق بالفرقة 146 لواء كارمالي وإضافة إلى لواء ألون وهذه ألوية من ألوية النخبة إضافة إلى الفرقة 36 لواء جولاني لواء إتسيوني ولواء كرياتي ثلاثة ألوية من ألوية النخبة التي بعضها قاتلة في جنوب وفي منطقة غزة لكن ما هو مهم بأن هذه الألوية خصيصت للجبهة اللبنانية التي يحكى بأنه يمكن أن تصبح جاهزة أطر الحرب الإسرائيلية في خلال الأسبوع القليلة الماضية هناك من يقول بأنه ربما تتدحرج الأمور ويجبر الإسرائيليون على الذهاب نحو الحرب سمعنا كلاما خطيرا للغاية من قبل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل بني جانس يوم أمس على مختلف الوسائل الإعلامية وبني جانس هو زعيم حزب المركز ويعني هو زعيم حزب الوسط الإسرائيلي وهو المقرب أيضا من الإدارة الأمريكية وهو الذي قيل بأنه هو وجادي أزنكوت والذي كان شغل منصب سابقا منصب قائد الجبهة الشمالية لإسرائيل قال كلاما كبيرا فيما يتعلق بلبنان قال بأنه يفضل طبعا أنه يفضل بأن يحل الموضوع اللبناني بالأطر السياسية لكن قال في نهاية كلامه أنه يبدو بأن الأمور ذاهبة نحو الحرب وأننا كإسرائيليين سوف نذهب نحو حرب شاملة ضد لبنان أكثر من ذلك في تصريح في نهاية الليلة الماضية قال إذا لم يتوقف قال جانس إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل فسوف نحرق لبنان بأسره بمعنى آخر أن الطرف المعتدل في داخل التوليفة التوليفة العسكرية الإسرائيلية أو التوليفة السابقة لمجلس الحرب هذا الطرف المعتدل أصبح يزايد على الحكومة الإسرائيلية خصوصا بأنه أيضا زعيم المعارضة زعيم حزب العمال الإسرائيلي حزب العمل الإسرائيلي يائير لابيد كان له مواقف متشددة خلال الأيام الثلاثة الماضية وانتقد الحكومة الإسرائيلية التي باعت الشمال وأن هناك كلاما كثيرا يحكى في أوساط المستوطنين وأوساط السياسية الإسرائيلية بأن الشمال لم يعد بملك إسرائيل وبأن حقيقة من يدير الحياة في الشمال هو حزب الله وبهذا المعنى المسألة أصبحت خطيرة وأصبحت شديدة التعقيد خصوصا بأن الضربات الأخيرة التي قام بها حزب الله هي ضربات أدت إلى إحداث صدمة في المستوى العسكري الإسرائيلي إضافة إلى المستوى السياسي الإسرائيلي وخصوصا أن إسرائيل رفعت من نسبة الضربات ومن نسبة التصعيد على الأراضي اللبنانية وعلى الأراضي السورية لمحاولة محاصرة حزب الله وأضعاف قدراته العسكرية ومحاولة قطع ما أمكن من طرق الإمداد العسكري التي يتمتع بها التي يملكها بين سوريا ولبنان ولبد من القول أيضا بأن الإسرائيليين وخصوصا المستوى العسكري الإسرائيلي ممتعد جدا وهناك الكثير من المقالات التي تابعناها في الصحافة الإسرائيلية مؤخرة التي أشارت وأوضحت وكشفت بأن القيادات العسكرية الإسرائيلية ممتعدة جدا من الوضع الحالي لأن هذا الوضع الاستنزافي ووضع يضعف الجيش يضعف معنويات الجيش وخصوصا بأن حزب الله تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من استهداف العديد من النقاط تمركز الجنود والقيادات وأيضا المواقع العسكرية والقواعد العسكرية لبأس من هذا الحديث عن قاعدة ميرون أي القاعدة الموجودة في جبل الجربق قبالت على مسافة 8.5 كم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية هذه من أهم القواعد الإسرائيلية للحرب الإلكترونية ولمراقبة أجواء لبنان، سوريا، قبرص وصولا إلى تركيا هذه تعرضت لضربات متلاحقة ولعل الضربة الأخيرة قبل عشرة أيام أو ثمانية أيام كانت تعنيفة جدا وأدت إلى تدمير العديد من قدراتها العسكرية وقدراتها الإلكترونية حتى أن بعض الأجهزة التي كان الجيش الأمريكي سلمها للإسرائيليين أجهزة الرصد قد تعرضت لتدمير من قبل بواسطة المسيرات الانقضادية التابعة لحزب الله إذن نحن أمام مشهد متدحرج نحو حرب نحن أمام إمكانية أن تفتح أبواب جهنم بين لبنان وإسرائيل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بهذا المعنى وخصوصا بأنه ليست هناك من أفق سياسية ممكنة لكي يقول في غزة لكي يتم الرهان عليها من أجل خفض التصعيد على الجبل اللبنانية جبهة غزة جبهة مشتعلة جبهة تغيرت طبيعة الاشتباك فيها وطبيعة الحرب فيها لم تعد هذه الجبهة التي كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى لهذه الحرب إنها جبهة توغلات وقدم مستمر لمدينة رفع ولبعض المناطق التي لم يدخل إليها الجيش الإسرائيلي أكان في خان يونس أو كان في الوسط وبعض المناطق التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي ثم عاد وانسحب منها وعادت إليها الخلايا التابعة للفصائل الفلسطينية لكي تتحرك بحرية ولكي تحاول اختناص ما يمكن اختناصه من الدبابات والمدرعات والآليات والأفراد الإسرائيليين على أرض قطاع غزة وبهذا المعنى نحن نتحدث عن حرب عصابات مستمرة وحرب طويلة الأمد وفي إسرائيل يتحدثون عن أكثر من حرب قد تمتد إلى نهاية العام وإلى ما بعد نهاية العام لكن بالمقابل العربة اللبنانية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل هي حرب أيضا أصبحت طويلة المدى وأصبحت حرب استنزاف مكلفة للإسرائيليين وهي مكلفة بالمعنى المعنوي أكثر مما هي مكلفة عسكريا وهي مكلفة حتى الآن على المستوى العسكري وهي التي أدت إلى خروج يتحدثون عن 60 ألف مستوطن هناك أرقام أخرى تشير إلى أكثر من 100 ألف مستوطن خرجوا من هذه المنطقة وبأنه بشكل دوري وبشكل شبه مستمر هناك دعوات لأكثر من 200 إلى 250 ألف إسرائيلي يعيشون في الشمال على مسافة صفر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى عمق 40 كم يدعونا بشكل دوري للنزول إلى الملاجئ وقد سمعنا ورأينا وشاهدنا أيضا كيف أن الإدارة الإسرائيلية المجلجة بالحماية المدنية هذه الإدارة الجبهة الداخلية وخصوصا في مدينة حيفا قد قامت بتهيئة جميع الملاجئ الأساسية والكبيرة في مدينة حيفا إذانا وربما لإحتمال حصول حرب أوسع مع حزب الله إذن نحن أمام هذا الوضع المتدحرج هذا وضع فتحت فيه أبواب جهنم لا يزال الطرفان يتحركان بحذر يقاتلان إلى أبعد مدى ممكن من الحذر لكن ربما هناك خشة كبيرة من المراقبين الدوليين ومن العواصم الكبيرة ولسيما من الواد المتحدة بأنه ربما الأمر قد انتهى وسبق السيف العزل وبأن الإسرائيليين وحزب الله ذاهبون رأسا نحو حرب خلال الفترة المقبلة وبأن الحرب حقيقة قد بدأت بشكلها السابق شكل المناوشات انتقلت إلى مواجهات ثم إلى ضربات أكثر إلما وإذاء والآن بدأنا نتحدث عن حرب واسعة وكبيرة بين الإسرائيليين وبين حزب الله الآن السؤال الكبير هو أيهما سوف يصبغ هل سوف تستطيع تتمكن الولايات المتحدة من إيقاف هذا التدحرج المطرد والمستمر والمتواصل من دون توقف من دون فرملة من دون أي إمكانية للفرملة ومن دون مكابع نحو الحرب أو أن الحرب أصبحت حتمية وأننا ذاهبون شئنا ما بين نحو حرب محتومة لأهداف وجودية يعتبرها الإسرائيليون ولأهداف أخرى وجودية يعتبر الإيرانيون ومن خلالهم حزب الله على الأراضي اللبنانية يعتبرون بأن وجود حزب الله وسلامة حزب الله مهمة للغاية إلى درجة أن الإيرانيين مستعدون لكي يشعلوا المنطقة كلها من أجل حماية حزب الله ومنع إسرائيل من القضاء على حزب الله مهما فعلت إسرائيل